حكاية من تصاري في الزمان لها في داخل المعنى معاني نؤمل حكمة فيها لقلب ومن منا بقلب لا يعاني أتى سلطان يسردها عليكم أتى سلطان يسردها عليكم بقلب شاهد قبل اللسان قد يجري الله على لسانك كلمة لم تكن من حسبان وتتندم عليها وتظن أن فيها المهلكة ويكون فيها الخير كله أتى سلطان يسردها عليكم بقلب شاهد قبل اللسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم والمساء خرج قوم في البحر راكبوا السفينة وخرجوا في البحر للتجارة وسبحان الله وهم في عرض البحر هاج البحر وماج وتحطمت السفينة وغرقت ومات من مات وما نجى منهم إلا مجموعة تشبثوا بأخشاب وكذا واجتمعوا في جزيرة كانت قريبة فعندما هدأت العاصفة وكذا اجتمعوا في الجزيرة وإذا بهم يمكن حول يعني عشر احد عشر شخص فقط البقين كلهم ماتوا فيعني طبعا مصابين وآلام وجروح وخدوش جلسوا في هذه الجزيرة يبحثون عن ما يأكلون ما دوروا مين سارة سبحان الله جزيرة ما فيه أحد ما فيه شيء بحثوا عن الطعام أول يوم ثاني يوم كادوا أن يهلكون يريدون طعاما ما عندهم ما لكن طعام سبحان الله ما وجدوا فقال أحدهم يا قوم إن في كرب وفي اضطرار فليسأل الله كل منا ويعني ينذر نذرا على نفسه إن نجان الله من هذه المصيبة وهذا الكرب فأخذ كل واحد منهم يذكر طاعة من الطاعات قال اللهم إن نجيتنا من هذه من هذه المهلكة وهذه الجزيرة وهذه كذا أو جعلت لها مخرجا أني لا أفعل أن كذا لأن مثلا أصوم كل اثنين وخميس والآخر قال كذا والآخر قال كل يعني ذكر نوع أنواع الطاعة أو أن قال أنه يعني أترك كذا المهم أنهم كلهم نذروا نذور إن نجيتنا يا الله من هذه يقول أحدهم فلما جاء الدور علي خلاص كلهم كل يعني وعد بوعد وكل نذر بنذر يقول فما عرفتش يقول فجرى على لساني كلمات غريبة غريبة يقول قلت اللهم إن نجيتنا من هذه وجعلت لنا مخرج لك علي يا رب نذر أن لا آكل لحم فيل أبدا قالوا ما تقول يقول فسكت قلت يا قوم والله الذي لا إله غيره إنها كلمات قد خرجت من لساني ما أعددت لها وش النذر الغريب هذا أني ما آكل لحم فيل قلت والله أنها كلمات قد جرت على لساني والله ما حسبت لها حساب وما أعددت لها وإنما هو شيء خرج على لساني هكذا قالوا طيب غير قال والله ما أغير والله جرى اللسان بكلمات قد أرادها الله لن أغيرها هذا اللي عندي كانوا خير إن شاء الله المهم يعني ازددنا في البحث وكذا وترشطنا شوي فقلنا فليبحث كل مننا في جهة وكذا يلا نحاه ونحاه الحسن حصل يقول سبحان الله فاصطاد بعض القوم فيلا صغيرا ابن الفيل استادوا فيل صغير فجاء احتالوا عليه وذبحوا وصلخوا وشووه وأخذوا يأكلون وقالوا تعال كل يقول فقلت لا إله إلا الله لعل ما جرى على لساني أراد الله أن يكون علي حتفي والله ما أخلف وعدا وعدت الله به آنفا أنا قطعت على نفسي عهد ألا أكل حتى لو أموت فهذا أمر قد جرى من غير تأتيب مني يقول فأخذوا يأكلون يأكلوا حتى شبعوا ثم ناموا يقول تشر بجم شجرة وأنا أتضور جوعا ما جاني النوم ولكن يقول مضطجع أنتظر الموت يقول وبينما نحن كذلك قد نام القوم وأنا باقي ما نمت وإذا بفيل أتى له ضجيج في الغابة يركض وكأنه زلزال يقول فلما جاء استيقظوا طبعا لكن ما استطاع أحدهم أن يتحرك فيه ضخم يقول فأخذ يشتمهم واحدا واحدا يأتي إلى الرجل ويشمه من رأسه إلى قدمه ثم يرفع رجله ويثلغ رأسه ويطحنه طحن والآخر واللي بعده يقول حتى قضى على القوم جميعا ذبحهم كله بقوان طالع يقول فلما لم يتبقى إلا أنا جاءني جاءني وأنا يعني أيقنت الهلاك الموت شفته يقول فأخذ يشمني من رأسي إلى رجلي ثم يعيد ويعيد ويعيد لم يكن يصنع ذلك مع من قبلي هذلك بس من أول مسحة يقضي عليه يقول فلما اجتم اجتم رائحتي أكثر من مرة لف علي خرطومة شان يقول بخرطومة وطوح بي في الهوى فأخذت أذكر الله بصوت عال خلاص ميت يعني يطوح بي ويرميني يقول وإذا به يأخذني ويضعني على ظهره ثم أخذ يركض يركض يقول وأنا على ظهره يركض 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 يقول وأنا تارة أطمعوا في الحياة وتارة أيأسوا منها وتارة وأنا مدري ومديني ذا يقول فأخذ يركض يركض طوال الليل الليل كله وأنا على ظهره إلى أن وصل إلى الطرف الآخر من الجزيرة يقول فما وصل إلى الطرف الآخر من الجزيرة حتى فج النور طلع الصباح يقول فرفع خرطومه وأخذني وأنزلني على الأرض ثم رجع وأخذ يهرول للغابة وأنا لا أكاد أصدق ما أنا فيه نجوت من موت محقق قصة يقول مرت علي ولا في الأحلام يقول فوقعت لله ساجدا أحمد الله وأتني عليه وأبكي وأدعو الله يقول ما رفعت رأسي إلا وقد أسفرت جدا يقول فلما أسفرت وإذا بي على أطراف قرية أثر الجزيرة هذه في الجهة المقابلة منها كان في ناس كان في بشر يقول فدفعت إليهم وإذا بالناس سوق وناس وعالم يقول فجئت إليهم وسألوني عن القبر فأخبرتهم بقصتي وقصة أصحابي فرجعوا فجاءوا معي وقالوا يعني أنت تدري المسافة التي قطعها هذه هذه ما تقطع إلا في أيام يعني تحتاج أيام قطعها الفيل في ليلة يقول وظللت في هذه الجزيرة عند هؤلاء القوم زمنا حتى يعني تحسنت حالتي وجمعت شيئا من المال ثم رجعت إلى دياري سالما غالما يقول وأنا أتعجب أتعجب من كلمات قجرت على لساني من غير ترتيب إذا أراد الله لك النجاح جعل لك طريقا أسأل الله أن ييسر لي ولكم طرق الخير وأن يجعلنا ممن يسلكونها وأن يجعلني وإياكم مفاتيح خير مغالق شر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هموم المرء من آني اللي آني هموم المرء من آني اللي آني وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة